ده سؤال مهم جدا هل يستطيع الإعلام الرياضي أن يتخلص مما علق به ومما امتهنه باحترافية وحرفية نفعية لجل المصلحة العامة وللتجاوب مع هذه العلاقة أعتقد سؤال مهم جدا يطرح مهنيا على ضيفنا العزيز كاتب الصحف الكبير الأستاذ نبيل عمر أستاذ نبيل مساء الخير تحياته وتحيات المهندس عدلي مساء الخير عليك وعلى المهندس الجميل عدلي وسلامي لكل مشاهدي خناة أهل العظام والجمال تبعت هذه الزيارة النهاردة شايفها إزاي طبعا تبعتها من أول ما أولنا عنها طبعا 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 كل مصر تبعت هذه الزيارة وكل مصر فرحت بيها طبعا لأنها علامة فارقة بعد حرب باردة استمرت أكتر من 20 سنة فبنيجي منهم نوقفها وبنبدأ يعني صفحة جديدة نظيفة وجميلة ورائعة تتفق ومفاهيم الرياضة وفلسفة الرياضة وقيم الرياضة الرياضة شيء عظيم جدا جدا ونقي فلا يجوز أن تستمر هذه المهاترات اللي كانت ضمن دا يقودني إلى سؤال لحضرتك وأنت يعني أهل الله ما هو المطلوب من الإعلام؟ وهل هو قادر على هذا المطلوب؟ أنت جيت للنقطة الأصعب يا أستاذ عادلي يعني أنت جيت للنقطة الأصعب جدا في الموضوع وهو الإعلام والإعلام هو الذي ساهم ولعب وشارك وصنع وقدر ويعني أقدر أقول من هنا البكرة كلام في حكاية اتساء الفجوة ونشر التعصب لأن في حاجة مهمة جدا على رأي الأستاذ العظيم محمد حسنين هيك لما قال شيء ما في الرأس عطب أو تعطل الإعلام مش مجرد مزيح بيعرف يتكلم الإعلام مثلا أعقد من كده لكتير صحية الإعلام ثقافة بوعي ومفاهيم ورسالة مش مجرد واحد بيعرف شطر يتكلم رسالة مهمة جدا دي إحنا متخيلين أو في قنوات كتيرة متخيلة أو أصحابها أو مؤلنين أي أن كان فهمين المسألة شطارة في الكلام دي هنا غوغائية هنا بقى صناعة العقل الغوغائي والأفكار الغوغائية في العقل الغوغائي أو الأفكار الغوغائية للصوت الأعلى الأكثر قبحا الأكثر سخونة الأكثر إثارة لكن مش الأكثر منطقية ولا الأكثر وعيا ولا الأكثر إثراكة العقل الغوغائي ينافي العقل الطبيعي وبالتالي فيه مشكلة عشان الإعلام يتغير نابد نحض مواصفات لمن هو يمارس هذا الإعلام نعمل له اختبار نشوفه بيفهم إيه وبيعرف إيه وما بيعرفش إيه الشيء أنا بحتبع عن الشيء طبيعي إن أنا بحب الرياضة وبتبحة وبمرزها إن أنا بشجع الرياضيين والرياضيين نصح منهم من يكون موزيعا وإعلاميا ومقدما إلى أخير لكن ليس كلهم أنا عندي موزيعين وإعلاميين يستخدمون ألفاظا شديدة السوق يعني تلاقي كلمة فضيحة يعني وضعت مين يعني إيه فضيحة يعني إزاي إعلامي يتكلم عن فضيحة يتكلمون لك لو راجل وريني مستند الفلاني يعني إيه لو حاجات غريبة جدا وكاريته وكاريته دي كاريسية طبعا لأن أنت يعني خلق أنت بتجهز الرأي العام أو بستمعيك وزا وإذا كان أغلبهم إحنا طبعا أغلب المشاهدين برامج الراضية من الشباب وبقى تأثر منها بشكل كبير جدا ويتصور إن هذا هو المنطق الأشياء هذا هو الطبيعي إذا كان هو بيقول كده يبقى أنا مغضب من فرقتي أو أغضب على الفرقة المنافسة طبعا أقول لها إيه يقول لك لو كنت راجل إطلاع لي مثلا حاجات غريبة أو لو فيكو حد يذكر فيك ألفاظ بذيئة وحقيرة ولا صح أنت قال وبالتالي الإعلام لازم غير يعني في حاجة ثانية مجموعة بقى من الإعلاميين متصورين نفسهم الشديد الزكاء يجيب لك بيخ مرياضي عارف إنه على كراهية أو على عداء بالنادي الآخر ويبتده يسأله أسئلة مستفزة عشان يسب أو يشتم أو يطعم أو يبين كراهيته أو يقول مع إن الرياضة دعوة للحب والمحب الرياضة في جوهرها تنافس على الحب لعني تنافس في لعبة نحن نستمتع بيها تنافس على المطعة نحن نستمتع في الملع سواء كانت لعبة فردية أو لعبة جماعية وإحنا كجمهور رحين نستمتع باللعب الجماعي وباللعب الفردي فهي يبقى بنحب ده يعني هي تنافس على الحب فعلا فما بالك لما نحولها الواحد إلى تنافس على الكراهية يعني بدل ما تتحول لتنافس على الحب تتحول إلى تنافس على الكراهية والدسائل لا إحنا لازم نتغير أول حاجة نتغير إن الهيئة الوطنية للإعلام تعمل قوت عليها أن يشتزم بي جميع من يعمل بهذه المهنة وكوت له كل البرامج على الأقل البرامج الرياضية كوت نبيلبي كبداية سريعة لو اكتفى إعلام كل نادي أنا أتحدث عن إعلام كل نادي الوادي في الحديث عن نادي وتعظيم ما يحدث دخله وبس الأمل والتفاؤل ورسم الطمأنينة الجماعير دون الإشارة الآخر دي ما تبقاش بداية بداية جيدة جدا بس أنا دي بداية جيدة جدا بفكرة يعني أنا شخصية مثلا بتفرج على الأنبياء الأجنبية يعني بتفرج على قناة الشيلسي وبتفرج على وكذا حاجات كذا بتفرج عليها وأنا بشوف الفريح حتى بين المزيحين عندنا والمزيحين عندهم المسألة إزاي دا ما شفتش نادي مهتم بالآخر هو مهتم بإعلاق قيم الندي اهتمام بلعبة أنا بخبر جمهوري الذي يتفرج علي بكل ما يهمه في نادي مش بالآخر بما يهمه في نادي تعالي زي يا فكرة يعني تخيل مثلا اللي دولة من الدول إعلامها يتحدث عن دولة أخرى فالناس تجهل دولتها وتعلم عن الآخر لتبقى كارثة هي نفس الشيء أنا واجب أعرف كل صغيرة وكبيرة فنية آآ إنسانية قيمية عن النقد اللي أنا بشجعه فانتمائي زيد محبتي الزيد رموزي وتاريخي ومواقفي كل ما يتعلق يعني وكل اللي عنده على فكرة يعني ده كلام مهم جدا يا أستاذ نبيل فده مهم لكن الأهم كمان أنا عندي قنوات الاندية مش كتير قوي لكن عندي قنوات الرياضية الخاصة كتير جدا آآ من فضلكم هو ده مهم جدا آآ ده مهم جدا وبيلعب على الأوطار حساسة جدا يعني مش ممكن مثلا من حاجات الغريبة جدا إنه لو فيه لاعب غضبان من نديه فهم عينهم زي عشان يهاجم نديه الأصلي انكردبول يا جماعة ده 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 نوع من العبد ده ملوش علاقة بالإعلام الرياضي من أي نوع من آآ من الأنواع أو أنا أنا بوزياء أنا شيء طبيعي نبي عندك انتباع أنا مولاكش ما عندكش انتباع لكن وانت عالشاشة انت زي الطبيب أو أو تلاقي برامج بتستضيف ضيف معين لاعب سابق يا كد يكون مغمور ومحدش عارفه بس مشهور عنه إنه عنده عنده كراهية والإساءة الإساءة لنادي بعينه فتروح جايبه جايبه بشكل انتقائي بحث علشان يقول الكلمتين اللي انت عايزهم عادي موجودة عشان كده بقول لي ده بطالب بكود أنا رأيه أنا بطلب من قناة الآن نفسها تتبنى نحن نريد نساق شرف صعبي يجمع جميع القنوات اسمع له والله أستاذ نبيل يعني كل مواثيق الشرف اتعملت الأكواد الإعلامية يطبق حتى الأكواد الإعلامية الأكواد الإعلامية المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام أثناء الراحل الأستاذ مكرم محمد أحمد خطوا مجموعة أكواد وأعتقد أعلنوها وقتها في منظومة أكواد للالتزام بيها كله موجود بس محدش بيلتزم ومحدش بيتحاسب لا أنا هنا أنا عايز أعمل مبادرة حتى من القنوات نفسها مع بعض إزاي يحضر اتصال بالهيئة الوطنية نعيد النظر وخصوصا بعد المبادرة الأهلي والزمالك الحالية إحنا خلاص قدمنا النموذج إحنا خلاص قدمنا الخطوة الأصعب الأصعب اللي هي الأهلي والزمالك على الكينات الإعلامية إن هي تاخد خطوة معاهم لازم لأن هنا ونخطب الرأي العالم هنا بقى بنفضح الذين لا يردين هذه المسيرة الجميلة وهذه الأخوة الرياضية وهذه المحبة الرياضية وهذا الوعي الرياضي أن يستمر لا ده في ناس بقى عزنا في العتمة الرياضية حيث أنا في الكراهية الرياضية حين يدم كشفهم أمام العام حتى يأخذ موقفاً زي ما قال الأستاذ عادي أفلام المأولاد دي با كده عندنا قنوات مأولاد رياضية قناة المأولاد الرياضية اللي هو الصب كافة أستاذ نبيل سعداء دايماً برأيك وبوعيك على طول شكراً أهلاً بك حبيب شكراً جزيلاً للأستاذ نبيل عمر الكاتب الصحف